ما هو الدرس؟ في وعد يقول لي الدرس صعب آه نعم قد يكون الدرس صعبا ولكن الحكمة ستكون أكبر ستجد أشياء بتنزع من قلبك كنت متصون إن هي الحياة وربنا سبحانه وتعالى يكتب في وقتها الهداية وكأن الله يقول لك لابد أن تتعرف على الله في كل وقت لأن أنوار الله سبحانه وتعالى تنزل دائما لأن يمين الرحمن سحاء الليلة والنهار بينزل ملأ سحاء الليلة والنهار في كل الأحوال ربنا بنزل عليك ما به تستطيع أن تسير وما تستطيع أن تترقى تترقى من إنسان يخاف من الأشياء إلى إنسان لا يخاف إلا من الله تترقى من إنسان متعلق بالأشياء ولا يعرف غيرها إلى إنسان واسع يعرف الواسع ويعرف أن الحياة بيد الله كل الكلام ده مهم إن احنا نعرفه فأنوار رمضان بتيجي بقى عشان تغير حالك من حالة الكآبة إلى حالة الاستبشار بإيه؟ الاستبشار والأمل بأن الله سبحانه وتعالى الباقي معك ما ودعك وأن كل شيء بحكمة وإن ما فيش شيء هيضمر حياتك لأن حياتك يمسكه الأحد سبحانه وتعالى وده شيء بسيط هيجي في الطريق إن لأي مصيبة ده شيء بسيط هيجي في الطريق ليه؟ وبشل الذين أمنوا وعملوا الصالحات إيه اللي حاصل؟ فأنا صاحب بشرة فأتلاقي صدرك ينشرح فلابد إن انت تتصل بالواسع عشان يتسع صدرك ويتسع مشهدك وتنى المسعدك وأنا ما شفتش حاجة أرجى للعباد المؤمنين المقبلين على الله مثل قولي تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ليه؟ ويسأل الإنسان طب ليه أصبر تصبر لأن الله سيكشف لك الدرس فأنا صابر لأنني أتعلم في مدرسة الحياة التي أنشأها الله سبحانه وتعالى وبناها الله سبحانه وتعالى ليسير العبد إليه في أمانه وفي لطفه وفي رحمته وهو دوة الحكمة فتصبر على طعب الطاعة لو كان فيها تعب وإنت لسه فاهم إن فيها تعب بعد كده ما هتحس إن الطاعة ليس فيها أنوار فتجد قلبك أشرق واستنار وأقبل على الله سبحانه وتعالى كمان في حاجة مهمة مهمة جداً وإنت بتمشي بسلام الحكمة الربانية وإن ربنا نوع عليك أنوار العبادات فهناك عبادات كثيرة أو أنوارها لا تعد ولا تحصل فتجد نور الصدقة وتجد نور المحبة وتجد نور الإخلاص وتجد نور الصفاء ونور العطاء ونور كمان التعلم ونور الصداقة وأنوار وأنوار المحبة وأنوار الفضل وأنوار الصدقة أنوار لا تعد ولا تحصل طب ليه عشان تتعلم ان الحياة لا تخلو من نور فجعل ربنا سبحانه وتعالى حياتك مليئة بالنور عشان ايه عشان تفهم عن الله وتفهم ان الزنوب ليست اكبر من انوار الله ولذلك كلنا عارفين القانون الموجود في الفيزياء ان اعظم نور واعظم واعظم ظلام يشتت بشعاع من نور واحد فنور بس نور الاحساس بانه بقرب الله يشتت كل هذا الظلام اي ظلام اي زنب يروح ببس بتوبة الى الله توبت الى الله ورجعت الى الله ودي حكمة ربانية لازم نفهمها في هذه الحياة